في مونديال روسيا خمسة منتخبات افريقيا حملت لواء القارة سمراء لكنها جميعها لقت نفس المصير ويتخرج منذ الدور الاول منتخب السنغال الذي كان الامل المتبقي للافارقة من اجل بلوغ الدور الثاني لم ينجح في حفظ كرامة القارة الافريقية ففرط في تأهل كان في المتناول في لقائه امام كولومبيا برسم الجولة الثالثة من المجموعة السابعة منتخب اسودا تيرانغا الذي كان التعادل يكفيه للعبور الى الدور الثاني لم يستطع تحقيق ذلك فتجرع هزيمة بهدف وحيد اقبرت حلمه في تكرار ما فعله في مشاركته الاولى في العام 2002 حين بلغ دور الربع تاركا بطاقة العبور الثانية الى مماتل اسيا منتخب اليمان لينضاف بذلك الى منتخبات مصر ونيجيريا والمغرب وتونس التي فشلت في العبور الى الدور الثاني فالمنتخب المغربي لم يصمد في مجموعة اعتبرت الاصعب ضمت اسبانيا والبرتغال وودع البطولة وسط احترام الجميع قياسا على الاداء الذي قدمه رغم ان النتيجة كانت نقطة واحدة بتعادل مثير امام اسبانيا بالمقابل ودع المنتخب المصري المونديال من المجموعة الاولى من دون نقاط وبثلاث هزائم اما منتخب نصور نيجيريا فاستسلم لطموح منتخب الارجنتين وكرواتيا فحل ثالثا في المجموعة الرابعة منتخب نصور خرطاج ورغم فوزه اليوم على باناما لم يستطع التحليق نحو الدور الثاني فاستسلم لقوة منتخبي بلجيكا وانجلترا واللدان ضمن بشكل منطقي عبورهما عن المجموعة السابعة ليكون بدار كأس العالم بروسيا مونديالا للنسيان بالنسبة للخارة السمراء